علاج العقم والحمل بسرعة ان شاء الله باستخدام مكونين فقط هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناسزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة اخرى واتمنى ان يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم ان شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة ان شاء الله لعلاج العقم والحمل بسرعة فهذه الوصفة استخدمت من طرف سيدة لم تحمل منذ تماني سنوات وقد حصل الحمل بحول الله تبرك الله باستخدام هذه الوصفة لمدة شهرين متتاليين فضلا وليس امرا اذا كنت اول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الاحمر او زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الان بحول الله الى التعرف على هذين المكونين الذين سيساعدانك ان شاء الله في علاج العقم والحمل بسرعة ان شاء الله فلدينا المكون الاول فهو القرفة او مسحوق القرفة وستحتاجينك مقدار منه في هذه الوصفة الى ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة اما المكون الثاني فهو يطلق عليه عشبة كف مريم فهو معروف الدول العربية والمغربية ايضا بهذا الاسم فكل ما عليك هو الذهاب عند العطار او العشاب وتقولين له ان يعطيك عشبة كف مريم فهي معروف عليها على انها تعالج معظم مشاكل العقم وتأخر الحمل وستساعدك كثيرا في الحمل ان شاء الله باستخدام هذه الوصفة فهذه الوصفة تم استخدامها من طرف سيدة يفوق عمرها 40 عاما وقد رزقت بولد عمره الان 5 الى 6 سنوات باستخدام هذه الوصفة فقط وكانت لم تحمل منذ 8 سنوات وقد استخدمت الكثير والعديد من الوصفات ولكن اخر وصفة قامت باستخدامها هي هذه الوصفة مكونة من مسحوق القرفة ملعقة صغيرة ومن عشبة كف مريم طريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تأخذين إناء ثم تضعين فيه كوبين من الماء ثم تضعين القليل من عشبة كف مريم بعد غسلها جيدا من الأتربة والأوساخ وتضيفين لها ملعقة صغيرة من الدارسين أو القرفة أو مسحوق القرفة تقومين بوضع الإناء على نار هادئة جدا وتدركينه إلى أن يصل إلى درجة الغليان وبعد ذلك تقومين بتصفية الخليط ويصبح جاهز لعلاج العقم والحمل إن شاء الله فيما يخص طريقة استخدام هذه الوصفة فيمكنك شرب هذه الوصفة ثلاث مرات في اليوم قبل تناول وجبة الإفطار وقبل تناول وجبة الغداء وآخر كوب تقومين بشربه قبل النوم لمدة ثلاث أيام قبل الدورة الشهرية أي في كل موعد لدورة الشهرية خاصة بك تقومين بشرب هذه العشبة أو هذا الخليط لمدة ثلاث أيام قبل الدورة الشهرية وتنتظمين في شرب هذه الوصفة لمدة أقصاها ثلاث أشهر فالسيدة التي استخدمت هذه الوصفة قامت باستخدامها لمدة شهرين فقط وقد حصل الحمل باستخدام هذه الوصفة فقط وأتمنى أن يرزقك الله سبحانه وتعالى بالدورة الصارحة وأن تكون هذه الوصفة فاتحة خير عليك وأن يرزقك إن شاء الله بنعمة الأولاد بحول الله يا رب فكل ما عليك أخت الكريمة هو استخدام الوصفة الطبيعية وبشكل منتظم ومع الدعاء وقراءة القرآن وكذلك الصلاة القيام الليل فهي أيضا ستساعدك كثيرا في الاستجابة لدعائك إن شاء الله إذا كان في مكتوب لك الدرية الصالحة فالله سبحانه وتعالى لن يخيبك ولن يردك خاوية اليدين إن شاء الله كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج العقم والحمل بسرعة إن شاء الله أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أرأك واستفصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تهم الفائدة ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علاج العقم والحمل بسرعة إن شاء الله باستخدام مكونين فقط هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناسزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج العقم والحمل بسرعة فهذه الوصفة استخدمت من طرف سيدة لم تحمل منذ 8 سنوات وقد حصل الحمل بحول الله تبرك الله باستخدام هذه الوصفة لمدة شهرين متتاليين فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على هذين المكونين الذين سيساعدانك إن شاء الله في علاج العقم والحمل بسرعة إن شاء الله فلدينا المكون الأول فهو القرفة أو مسحوق القرفة وستحتاجينك مقدار منه في هذه الوصفة إلى ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أما المكون الثاني فهو يطلق عليه عشبة كف مريم فهو معروف الدول العربية والمغربية أيضا بهذا الإسم فكل ما عليك هو الذهاب عند العطار أو العشاب وتقولين له أن يعطيك عشبة كف مريم فهي معروف عليها على أنها تعالج معظم مشاكل العقم وتأخر الحمل وستساعدك كثيرا في الحمل إن شاء الله باستخدام هذه الوصفة فهذه الوصفة تم استخدامها من طرف سيدة يفوق عمرها أربعون عاما وقد رزقت بولد عمره الآن خمس إلى ست سنوات باستخدام هذه الوصفة فقط وكانت لم تحمل منذ ثماني سنوات وقد استخدمت الكثير والعديد من الوصفات ولكن آخر وصفة قامت باستخدامها هي هذه الوصفة مكونة من مسحوق القرفة ملعقة صغيرة ومن عشبة كف مريم طريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تأخذين إناء ثم تضعين فيه كوبين من الماء ثم تضعين القليل من عشبة كف مريم بعد غسلها جيدا من الأتربة والأوساخ وتضيفين لها ملعقة صغيرة من الدارسين أو مسحوق القرفة تقومين بوضع الإناء على نار هادئة جدا وتدركينه إلى أن يصل إلى درجة الغليان وبعد ذلك تقومين بتصفية الخليط ويصبح جاهز لعلاج العقم والحمل إن شاء الله فيما يخص طريقة استخدام هذه الوصفة فيمكنك شرب هذه الوصفة ثلاث مرات في اليوم قبل تناول وجبة الإفطار وقبل تناول وجبة الغداء وآخر كوب تقومين بشربه قبل النوم لمدة ثلاث أيام قبل الدورة الشهرية أي في كل موعد لدورة الشهرية الخاصة بك تقومين بشرب هذه العشبة أو هذا الخليط لمدة ثلاث أيام قبل الدورة الشهرية وتنتظمين في شرب هذه الوصفة لمدة أقصاها ثلاث أشهر فالسيدة التي استخدمت هذه الوصفة قامت باستخدامها لمدة شهرين فقط وقد حصل الحمل باستخدام هذه الوصفة فقط وأتمنى أن يرزقك الله سبحانه وتعالى بالدورة الصارحة وأن تكون هذه الوصفة فاتحة خير عليك وأن يرزقك إن شاء الله بنعمة الأولاد بحول الله يا رب فكل ما عليك أخت الكريمة هو استخدام الوصفة الطبيعية وبشكل منتظم ومع الدعاء وقراءة القرآن وكذلك الصلاة القيام الليل فهي أيضا ستساعدك كثيرا في الاستجابة لدعائك إن شاء الله إذا كان في مكتوب لك الدرية الصالحة فالله سبحانه وتعالى لن يخيبك ولن يردك خاوية اليدين إن شاء الله كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج العقم والحمل بسرعة إن شاء الله أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أرأك واستصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تحمى الفائدة ولكن مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته